اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر في الفيديو ده هنتكلم لو انت واقف في الاستقبال ازاي تعرف حالة التهاب الزائدة الدودية صحيح احنا بطنة مش جراحة لكن العيان اللي عنده التهاب في الزائدة الدودية بيبقى عنده قلم في بطنه وبالتالي بيروح يكشف بطنة او بيجي لك استقبال البطنة عشان كده لازم تبقى عارف علامات التهاب الزائدة الدودية عشان بعد كده تحوله لدكتور الجراحة في البداية لازم تعرف ان التهاب الزائدة الدودية ممكن ييجي لأي عيان في أي سن وممكن ييجي بألم غير الألم اللي معروف اللي هنتكلم عنه بعد شوية يعني ممكن ييجي بألم في أماكن أخرى لكن أنا هقولك على الغالب غالبا العيان هتشوفه في سن ايه والألم اللي عنده هيكون فين وشكله ايه العيان بيكون غالبا شاب او شابة تقريبا من سن 14 ل 25 سنة ده أكتر سن بنشوف فيه التهاب الزائدة الدودية لكن زي ما قلتلك ممكن ييجي في أي سن وبالنسبة لمكان الألم فاحنا قلنا قبل كده ان التهاب الزائدة الدودية ممكن في بدايته في الأول خالص ييجي في الحتة اللي حوالين السرة لكن في المرحلة التانية الألم بيتركز في حتة اسمها المكبيرنس بوينت او الريت لور كوادرانت اريا في المنطقة دي كده بالزبط لو العيان ده متعالكش وحصل مضاعفات فالزائدة الدودية دي ممكن يحصل فيها سجب او زي ما بيقوله انفجار ويحصل بيرتراينتس وبعد كده الألم يبقى موجود في البطن كلها لكن انت برضو غالبا هيجي لك العيان في المرحلة التانية غالبا هيجي لك بألم في المنطقة دي عيان عنده ألم شديد في المكبيرنس بوينت النقطة دي ممكن يكون موطي من شدة الألم ماسك الحتة دي وعمل كده ومش عايز يفرد ظهره عشان الألم بيزيد لما بيفرد ظهره العيان ممكن يجيله غسيان او قيئ لكن في الغالب بيكون بعد الألم بعد الألم مظهر واستقر وكده العيان بدأ يرجع ساعات قليلة يكون العيان معه امساك او يكون معه اسهال وهنا ازاي تفرق ان ده اسهال نتيجة نازلة معاوية مثلا ولا اسهال المصاحب للتهاب الزائدة الدودية احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الألم بتاع النازلة المعاوية غالبا بيكون حوالين السرة وانه غالبا بيكون كوليكي او كرامبي يعني مغس كل شوية يزيد وشوية يفك والعيان يرتاح العيان يقولك كده الألم كل شوية يقرس علي وبعدين يفك ممكن يقولك بيقرس علي واروح الحمام فاستريح شوية بعد شوية يرجع تاني الألم ده بيبقى شكل كده للجاسترو انترايتس او نازلات المعاوية اما الألم بتاع التهاب الزائدة الدودية اللي في المنطقة دي بيكون سابت وبيزيد كمان باستمرار مش بيفك الألم بتاع التهاب الزائدة الدودية ده غالبا بيبقى جديد مع العيان يعني العيان يقولك أنا عندي ألم دم من مبارح مثلا من يومين اتنين لسه جاي النهاردة من ثلاث ساعات مش زي مثلا الحاجات اللي بتتكرر على العيان يعني العيان ده لو عنده مغس كلوي ممكن يقولك أنا كل فترة بيجيلي الألم في المنطقة دي مثلا او بيجيلي الألم في المنطقة دي كل شهر يجيلي واجع كل شهر لكن التهاب الزائدة الدودية بيكون جديد العيان ده ممكن تلاقي معه جاردينج او ريجيديتي والفرق بينهم ان الريجيديتي دي حاجة انفوليانتري غصب عن العيان زي سبازم تلاقي عضلات بطنه مشدودة من الحتة دي من غير هو ما يتحكم فيها نتيجة الألم أما الجاردينج فده معناه ان العيان هو اللي بيشد نفسه عشان ما تضغطش على الحتة دي وعشان الألم ما يزيتش العيان ممكن يكون معاه ارتفاع في درجة الحرارة العيان ممكن يكون معاه rebound tenderness يعني لما تيجي تعمل deep palpation للعيان وتضغط على المكبيرنز بوينت فيه ألم مع العيان تضغط 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 لكن لما تشيل ايدك الألم يزيد مرة واحدة فدي حاجة اسمها rebound tenderness ساعات كتيرة بنلاقيها في عيان الابنسايتس وفيه علامات او اختبارات سريعة كده هقولك عليها برضو بتكون موجودة كتير مع عيان التهاب الزائدة الدودية أول علامة اسمها rufzing sign ودي بكل بساطة ان انت لما تضغط للعيان على الناحية الشمال اللي هي lift lower quadrant تضغط عليها الألم يظهر في المنطقة اليمين اللي هي فيها الزائدة الدودية فدي اسمها rufzing sign العلامة التانية اللي هي source sign ودي ليها طريقتين تخلي العيان ينام على ظهره عادي وبعدين تضغط علي رجل اليمين عشان يحاول يرفعها ضد مقاومة ايدك فيحس بألم في المكبرنس بوينت في الحالة دي بنقول عليها positive source sign اما الطريقة التانية ان انت بتنيم العيان على جنبه الشمال وتخليه يفرد رجله خالص وتعمل extension او تفرد رجله اليمين ناحية ورا في الحالة دي بيحس بألم برضو في المكبرنس بوينت وبردو في الحالة دي بنقول عليه positive source sign العلامة التالتة اللي هي obturator sign ودي معناها ان العيان بينام على ظهره عادي وبعدين بيعمل flexion او بيجيب رجله عليه يخليه مفصل الفغز تسعين درجة ونعمل internal or external rotation للساي زي ما احنا شايفين كده بنمسك الصاق ونحاول نعمل internal or external rotation فالعيان في الوقت ده بيحس بألم برضو في المكبرنس بوينت فلو حس بالألم بنقول عليه positive obturator sign والعلامة الرابعة والاخيرة اللي هي اسمها don't fit sign اللي هي تقول للعيان بتاعك يكوح volient recover فالعيان لما يكوح الألم ده يزيد مع الكوحة فانت لما يجي لك عيان بالشكل اللي قلناه ده وانت شاكك ان عنده ابنسايتس او التهاب في الزائدة الدودية واستبعدت الاسباب التانية يعني مثلا سألت على عدوى المسالك البولية وعرفت ان العيان ما عندوش حرقان او ألم اثناء التبول العيان ما عندوش حصوة اصلا في الكلا من قبل كده ولا انت شاكك في حمل خارج الرحم مثلا لو هي ست يعني مثلا الست دي البروت او الدورة الشهرية بتاعتها كانت لسه قريب فما فيش حمل دلوقتي فانت مستبعد ان يكون حمل خارج الرحم فانت استبعدت الاسباب التانية وشاكك بشكل كبير في الابنسايتس فالعيان ده تخليه ما يكلش ولا يشرب من ساعة ما انت مشكيت لانه ممكن يدخل العمليات بسرعة والتخدير وهكذا فما يكلش ولا يشرب كمان العيان ده ما تدلوش مسكنات عشان انت لما تحوله الدكتور الجراحة دكتور الجراحة غالبا هيشخصه كيلينيكل عن طريق القلم ده فانت لو اديته مسكن والقلم اختفى دكتور الجراحة ممكن ما يعرفش او ما يوصلش للتشخيص الصح لكن بعد دكتور الجراحة ما شافه وعرف ان هي خلاص غالبا ابنسايتس ممكن هو يدله مسكن عادي لحد ما يدخل العمليات ما فيهاش مشكلة ودكتور الجراحة غالبا هيطلب منه صور الدم كاملة غالبا هتلاقي كرات الدم البيضة عالية شوية CRP ممكن يكون عالي شوية ممكن يطلب منه سونار او ألترا ساوند عشان يستبعد الاسباب التانية زي الاكتوبك بريجنانسي الحامل خارج الرحم وزي مشاكل الجهاز البولي زي ما قلنا لكن دي خلاص ما بقتش قصتك انت هتكون حولت العيان وخلاص فانت لما يبقى عندك فكرة عن التهاب الزائدة الدودية وعلاماتها فانت هتبقى واثق من نفسك لما تحول الحالة لدكتور الجراحة هتقول له مثلا ان الحالة دي فيها بين وتندرنس ريباوند تندرنس في المكبيرنس بوينت ومعاها كمان بوزيتف سواء ساين بوزيتف روفزنج ساينز بوزيتف او نيجاتف حتى لان مش شرط كل العلامات تبقى بوزيتف في وقت واحد مثلا وتقول كمان فكده يبقى انت واثق من نفسك وكتبت ريبورت كويس كده سواء تلعت التهاب في الزائدة الدودية او ما تلعتش لازم تعرف ان انا قلت ان ده غالبا لكن الزائدة الدودية ممكن تيجي في اي سن كمان ممكن تيجي تخيل في الناحية الشمال ممكن تيجي في اماكن تانية من البطن فيها اماكن كتير لكن اغلب نسبة خمسة وتسعين في المية او اكتر هي في المكبيرنس بوينت او الرايت لوور كوادرنت اريا بس كده وفي النهاية بقى احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم